تستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق الفصول الافتراضية مع قرب بدء الفصل الدراسي الأول وأكد سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على ضرورة العمل على إنجاح العودة للبدارس والتقيود بالإرشادات الصحية والتعليمات الواردة في الدليل الاسترشادي لضمان أمن وسلامة الجميع استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد ترأس سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم اجتماعا موسعا عبر الاتصال المرئي تركز حول متابعة استكمال كافة استعدادات هذه العودة على كافة الأصعدة حيث أكد الوزير على ضرورة العمل على إنجاح هذه العودة والتقيود بالإرشادات الصحية والتعليمات الواردة في الدليل الاسترشادي لضمان أمن وسلامة الجميع وعلى صعيد الاستعداد لإطلاق الفصول الافتراضية مع بدء الفصل الدراسي الأول نفذت إدارة نظم المعلومات بالتنسيق مع إدارة التعليم الثانوي بثا تجربيا لهذه الفصول بمبنى الوزارة بمدينة عيسى بحضور الاستاذ نوال الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات وشاركت في البث التجربي مدرستة خولاء الثانوية للبنات ومدينة عيسى الثانوية للبنين حيث اجتمل التطبيق على 24 مادة دراسية وذلك حرصا من الوزارة على الوقوف على مختلف المراحضات المتعلقة بالفصول الافتراضية لضمان جودة عالية في تنفيذها خلال العام الدراسي وسيعتمد البث هذا العام على الجدل الموحد للطالب حسب مرحلته الدراسية وفي ذات السياق قامت الأستاذ لطيف البنوضة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني برفقة الأستاذ إبراهيم برشيد مدير إدارة التعليم الثانوي بزيارة ميدانية تفقدية لمراكز البث المركزي الافتراضي التابعة لإدارة التعليم الثانوي بمدرسة خولاء الثانوية للبنات ومدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين للوقوف على سلامة إجراءات المراكز في المحافظة على التباعد الاجتماعي في ظل الجائحة وتقديم الدعم المناسب للتوصل إلى الكفاءة المطوبة في خدمات البث المركزي للدروس وتم خلال الزيارة الإطلاع على سير عملية البث التجريبي وانتظام المعلمين كما حاورت الوكيل المساعد المعلمين والمنسقين المشاركين في تقديم الدروس فيما يخص ملاحظاتهم واحتياجاتهم وفي نهاية الجولة أثنت على الجهود الجبارة التي قام بها اختصاصي إدارة التعليم والمعلمين والروح العالية التي اتسموا بها والجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت عن تعميم تقنية الفصول الافتراضية على جميع المراحل الدراسية للصفوف من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي حيث تتيح هذه التقنية الرقمية إمكانية التواصل المباشر الحي والتفاعلي بين المعلمين وطلبتهم بعد أن كانت مقتصرة في الفصول الثاني من العام الدراسي الماضي على الصفوف من الثالث الاعدادي إلى الثالث الثانوي ترجمة نانسي قنقر